حملة بلا هوادى تقودها المصالح الأمنية من أجل ضمان الأمن والطمأنينة للمواطنين ومكافحة الجريمة والوقاية منها أرقام المديرية العامة للأمن الوطني تشير إلى إيقاف أكثر من ثمانمائة ألف مشتبه فيه منذ بداية العام الماضي إلى حدود الثاني والعشرين من يوليوز الجاري بالنسبة زجر ناهزت خمسة وتسعين في المئة من القضايا المسجلة وخلال النصف الأول من هذه السنة فقط من فاتح يناير إلى الثلاثين من يونيو أسفرت الجهود الأمنية عن توقيف ما يزيد على ربع مليون شخص للاشتباه في تورطهم في قضايا إجرامية مختلفة من بينهم أكثر من ثلاثة وثمانين ألف شخص كانوا يشكلون موضوع بحث على الصعيد الوطني تدخلات المصالح الأمنية راهنت على الطابع الوقائي عبر التركيز على مكافحة جرائم الاتجار في الأقراص المهلوسة باعتبارها الدافع الرئيسي لارتكاب عدد من الأفعال الإجرامية الموسومة بالعنف وأشارت حصيلة المصالح الأمنية خلال النصف الأول من هذا العام إلى حجز أكثر من ثلاثمائة وأربعة وثمانين ألف قرص مخدر وبلغ عدد القضايا المنجزة فيما يتعلق بمكافحة مخدر الحشيش مائة وخمسة آلاف قضية منجزة تم توقيف أزيد من مائة وتسعة وأربعين ألف شخص على إثرها ما مكن من حجز ما يفوق مائة وتسعة وتسعين طنا من مخدر الحشيش وذلك خلال الثمانية عشر شهرا الماضية جهود المصالح الأمنية شملت أيضا مكافحة الشبكات الإجرامية في هذا الإطار تم تفكيك ستمائة وسبع وستين عصابة وإيقاف أكثر من ألف ومائتي مشتبه فيه وذلك منذ بداية العام الفين وخمسة عشر إحصائيات المديرية العامة للأمن الوطني أشارت إلى أن عمليات مكافحة جرائم حيازة السلاح الأبيض أسفرت عن توقيف أكثر من سبعة وثلاثين ألف شخص مشتبه في تورطهم في السرقات تحت التهديد والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض وحيازة أسلحة بيضاء من دون مبرر مشروع اشتركوا في القناة